اشتركوا في القناة وتعيشين حياة صحية مرة جميلة وتكونين بأفضل حال لا تعانين من بدانة ولا من دهون زايدة ولا من أي شي طيب سؤال آخر ليش أنت مش نحيلة؟ ليش أنت بدينة؟ هي واحدة من ثلاث أسباب إما تكون برمجة خاطئة عندك في عقلك عن الأكل أو يكون أكلك عاطفي لما تكونين زعلانة أو تكونين سعيدة عاكلين بدون وعي أو تكون عندك حمية خاطئة وتسعين بالمئة من الأشخاص اللي حاولون إنقاس وزنهم عن طريق الحمية باء أو بالفشل نصيحتي لك أول نصيحة أنك ما تتناولين الأكل اللي لما تكونين جائعة فقط في حالة كنت جائعة تأكلين أما على الفاضي والمليان أنا والله شفت أكل مدري إيش بأكل والله غصبتني والله بقى في الصحن ملعقة رز حرام في فقراء ما عندهم يأكلونها أنه أنت تأكلينها هذا أكبر غلط حتى لو بقى في الصحن أكل لا تأكلينه مجرد ما تحسين بالشبع توقفي على الأكل فورا الشيء الثاني المهم أول ما تحسين أنك جائعة على طول اشرب موية ليه؟ لأن الجسم ما يفرق بين الجوع وبين العطش فممكن يكون هذا جوع كاذب ممكن يكون هو عطش مش جوع فاشرب موية بعد ما تشربين موية بفترة وتحسين أنك أنت جائعة معناته هذا جوع حقيقي وأنه أنت محتاجة تأكلين هنا تبدين تأكلين شيء الثالث مجرد ما تشبعين توقفين عن الأكل فورا ما تأكلين أي شيء بعدها طبعا الإحساس بالشبع هو بتحسين أنه فوق السرة تقريبا بأصبعين كذا أنه بداية فتحة المايدة بتحسين بحرارة طبعا هذه الناس في بعض الناس ما تحس بهذا الشيء لأنه مشغولة بالأكل فانتبهي لهذا الموضوع مجرد ما يصير المنطقة هذه تصير فيها حرارة معناته أنت وصلتي للشبع ولازم توقفين عن الأكل مهم جدا مضغط طعام كويس ويقال أنه مفوض يكون 21 مرة فحاولي وأنتي قاعدة تأكلين نزل ملعقة بين اللقمة والثانية هنا بتحسين على طول أنه أنت شبعتي وأقلت وأكلتي أقل من كمية الأكل اللي أكلتها قبل في ملاحظات أخيرة عندي مرة هامة اللي هو أنه في بعض الناس تقول مثلا أول ما تصحين من النوم لازم تأكلين فطور ملك ومدري إيش وهذه الأمور هذا الكلام من ناحيتي أنا مش صحيح من ناحيتي أنا رانية حبيتوا تأخذون فيه خذوا فيه ما حبيتوا براحتكم ولكن أنا ما آكل إلا لما أجوع فأحيانا لما أقوم من النوم مثلا يكون مالي خلق الآن إني آكل ممكن أشرب مويا أي أما إني آكل وأنا شبعانة لا فانتبهوا من هذا الموضوع أنه أنت تجبرين نفسك على أساس أنه برمجة خاطئة أنه إحنا لازم إذا قمنا من النوم ناكل انتبهوا من هذا الموضوع وانتبهوا من العزايم وأنه والله أحرجتني لازم آكل لازم مدري إيش مجرد ما تكونين شبعانة لا تأكلين أبدا أنا أوعدكم وعد أنا أوعدكم وعد أنه اللي تتبع الخطوات اللي أنا قلتها راح تلاقي الفرق ورح تشوف فعلا أنه هي نحفت ورح يصير بالنسبة لها هذا الموضوع نمط حيا بالإضافة لكذا انتبهوا يا بنات من الميزان مش كل شوي مش كل يوم نجي ونوزن يعني خلاص أوزني اليوم مثلا واتبعي الطريقة أوزني بعد شهرين بعد شهر وشوفي الفرق وخبروني بالنتائج وبالتوفيق وتصبحون على ألف خير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر